اشتركوا في القناة نبع التفكير ونبع الإيمان حيث تسطر الكلمات من واقع حقيقي ليخرج للناس يانعا يفيد الكثير من الناس الذين يحتاجون إلى المعرفة ويزيد كذلك فيهم الحكمة ولا أظن أنني ظننت يوما أن أكون بهذا الإنتاج الغزير على مشاغلنا المستمرة لكن الحمد لله الله سبحانه وتعالى يوفق عبده موضوع المحاضرة موضوع غريب في نظر الكثيرين والموضوع يرجع إلى خلق الدنيا من بداياته من بداياته و حيث الانفجار الكبير كان كل ما فيها هذه الأجرام السماوية كالشمس والقمر وغيره كان الجميع ملتهب ولكن عندما استقرت في دوران الفلك بدت الأمور تتغير فبدت كثير من أجزاء السطحية للكرة الأرضية تتحرك فعندنا مثلا المنظر هذا وهو هذه الصفيحة الهندية هذه الصفيحة الهندية أتت من الجنوب في مستوى مدغشكر إلى اندونيسيا من هنا فتحركت بسرعة حتى خبطت في القارة والقارة هي امتداد من بورما تيبت فارس ف لما خبطت هنا نلاحظ اللون الأحمر هو ما فيه الزلازل لأن هذه الجزيرة ما زالت تتحرك وتحدث هذه الزلازل الآن هنا نلاحظ في قمة الخارطة نلاحظ جبال الحملايا وهي قمم عالية جدا هذه صار لها إزاحة من الساحل في نحن ما نقول الخبطة الضربة اللقمة تسمى بالإنجليزي ثرست ورفعت الساحل اللي كان موجود إلى قمم الجبال قمم كأنها الجبال الآن لو نحن نمشي إلى قمة هملايا سنلاحظ أملاح وهذه الأملاح موجودة في السوق تسمى أملاح الهملايا وهي كذلك ملح حجري بألوان وردية وهذا اللون أتها من الطحالب البحرية نلاحظ في تلك الأماكن كذلك المتحجرات الفسلز وهي كلها يعني شبيهة بالأسماك محار معنى ذلك أن هذا كان شاطئ ما يعنينا هذا يعنينا شيء أمر آخر نحن الآن نجي حق الصفيحة الهندي اللي العربية هذه تحركت من نفس المستوى هذا كلما الثلاث مد أشكر جزيرة العربية صفيحة الهندية صفيحة العربية وآتت هذه وخبطت في الساحل الذي هو الفارسي في هذه الخبطة نلاحظ أن الجزيرة ما كانت تمشي مثلما مشت الهندية الجزيرة العربية كانت تلف وفي هذه اللفات يبع حركتها في الخبطة تكون أشد فنلاحظ هنا في هذه المنطقة هذه هنا جبال زاقرس وهنا زاقرس ثرست أي لطمة زاقرس لما لطمت هنا الجزيرة كشطت أو قشطت باللغة العربية جزء من الجبل ورمته على ظهرها سنرى الآن واضح وجزءها اللي آتي اللي هو في الدوران خبطته بتكون أشد ولذلك نلاحظ الخبطة ها هنا في هذا المكان فالخبطة هذه مع هذا اللي هو جبال مقران لكن في الخبطة هذه أين راح الجزء اللي انكلع غير موجود نشوف نلاحظ هنا أن هذه جبال زاقرس وهذه كلها جبال ليست لها قواعد رواسي أي ليست لها جذور جالسة سطحي ولذلك هذه البقعة الآن كل ما حصل هنا في هذه المنطقة الاحتكاك في الزلازل كل ما ارتعشت هذه فقط لكن لا يحس بها الإنسان بقدر ما يحس بها الجهاز طيب اللي هنا أنا كنت تصور أن الانخلع هنا في الخبط هذه هذا لأن هذا مكان خالي وأن هذا انقلب هنا وهي سمى الجبال الحجر طيب جبال الحجر حدث ها كثير من الباحثين يريدون يثبتون أن هذا منقول من هنا ونلاحظ أن الجمعية الجيولوجية في لندن وأصدرت كتاب ومن ثلاث جهات جامعية في جامعة دمبر جامعة لستر جامعة رادينج وطلعوا تخيل يعني أن هذه الجبال اللي تسمى جبال الحجر أن هذه منقولة من الخبطة التي حصلت في جبال مكران انقلبت إلى هنا أنا عملت بحث ومسحت كل جبال مكرم وطلعوا وطلعوا وبدأ تحلل هل شيء منها يشبه قضي من السواحل اللي هنشاهدها هذه الجبال العالية هذا هذا الساحل وصلت المنطقة اللي من خلع فيها الأرض إذا وعملت دراسة عن طريق طبع الخبراء في معامل مقاراة بجبال خورفكان وما جاء ورها النتيجة صفر لم أنجح فيراد الآن بحث آخر لأن حتى هؤلاء الناس الذين بحثوا في من هذه الجامعات حتى جامعة السلطان قابوس كان في مؤتمر عندهم في سنة 2014 بحثوا لكن لا يقولون يعني أن في تحليل حصل هل هو من زاقرس ما بيوصل هين هل هو ف إلى اليوم ما زالت المسألة غير معروفة نرجع للخليج الخليج هذا الذي تكون تكون في وقت كانت الثلوج توضي الجزيرة العربية والمناطق الأخرى وحتى جبال فارس وكانت القوافل والناس تعبر هنا في هذا الخليج معده هذا النهر وهذا النهر يأتي من ناحية شط العرب ونهر هنا يأتي من إراء لكن ما هذا هذا يسمى تسمى هنا المسيلة لو تتبعنا هذه المسيلة وهو خندق في جنوب أبو ظبي ويستمر حتى يحصل جبال اليمن وفي الذوبان يأتي إلى هنا في هذا المكان كان الخبراء بحثوا أن انقبوا فوجدوا في أفيلة قديمة تمسيح معنى هذا نهر كان جاري العموم ف كان الوضع بهذه الصورة في 14 ألف سنة قبل بد ذوبان الجليد وكمية الذوبان كانت تغطي فقط هذا الأزرق قبل 12 ألف سنة كان ذوبان آخر وكان يغطي هذه المنطقة طيب بعد 10 ألاف سنة كانت المياه تغطيها كذا بعد 8 ألاف سنة كانت المياه تغطي الوضع القائم عندنا خلال هذه الرحلة نلاحظ منذ البداية كان حول المياه المتكونة تتكون حياة في صورة محار شاطئية نباتات شاطئية وفي الجهة الثانية التي هي ناحية إيران فكانت المياه من هذا الينبوع اللي هو هذا كانت تكون مصب نهر وعند مصب النهر نمشي معه كل مرة نرتفع نلاقي أننا نباتات بالقرب والباقي تحجر موجود وهكذا نحن أمام أربعة شطئان متغيرة مع الزمن حتى نصل إلى وضعنا هذا هل سينزح إلى أكثر هذا ما هو متوقع والآن كثير يهددون يعني البنات المواني فنحن لما بنينا المينة في دبل وكرت من التعليمات أننا نرفع شوية المستوى لأن الماء سيطار فاحتج الصيادين لنحن لا نستطيع نركب نركب فوق الشيخ سوى هذا كذا أنا مع الواقع الذي سيحدث إن شاء الله لو حدث إذن هذا هو خليجنا الذي نحن نتحدث عنه هذا الخليج في هذه الصورة أنا كنت أقدم دراسة دكتوراه في جامعة الدورام وكنت دكتوراه هي صراع القوى والتجارة في الخليج وهي جغرافية تجارية وفيها بعض الصراعات وكنت أكتب في خصل عن تنقل التجارة في الخليج فكانت المخطوطات العربية يقال كانت تأتي التجارة من جنوب عمان إلى توام ومن توام إلى بينون وبينون بيرماء ويقال أن هذا الطريق اختفأ بالرمال التي غطته يقال أن التجارة تأتي هذا مقول أخرى تعبر إلى منطحة تسمى الكرحة الكرحة أين الكرحة بين الكويت والبحرين البحرين قديما يعني الساحل عملت على هذا أولا المرور هنا هذا الربع الخالي صعب طب لو رحنا للداخل هذه صباخ ولا ما ولا شي طبعا أنا بحثت هذا كل إذا في هل في قبور هل في آثار ما في جينا إلى هنا هنا في العجير العجير فيها مباني أنا كنت زرت هنا طفل وأذكرها يعني لكن هو آثار إسلامي قالوا لا في الخبر السعوديين الأثريين قالوا تحت وجدنا مستعمرة قديمة يعني طب أعطوني شي قالوا نحن ما نقدر نطلع هنا في المملكة صعب شوية طيب هاي القرحة هاي القرحة لازم هنا ف أنا قلت عندي خارطة بطليموس ليش ما أنظر فيها فجدت فتش هذه مدن على الساحل ما أمشي بالمكبر ولا أمشي ولا أمشي وأوصل كرحة الله هنا يعني هنا مقابلة اتوام العين يعني كبير بينونا هنا طيب الكلام القديم صح لأن قبل قال إذا وصلت إلى القرحة وهي بين الكويت وتشحن إلى أبولة في العراق في الشط العرب يعني هناك يعني 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 ماشي هذا كل في الصحراء وغيره وهنا ينقل طيب من الكويت إلى شط العرب قريب لما يخلي القاف لما شيء غير منطقي يعني فطبعا فرحتنا لأن النظرية التي عندي صحيحة يعني من الآن الكلام ينضبط من توام إلى بينونة إلى القرحة ومن هنا تشحن إلى أبولة وأنا أمر بالمكبر وأوجد شرط الله أكبر أول مرة أشوف يعني قابل وهي مقابل رأ خيمة يعني رأ خيمة رأة الخيمة الآن ليست الدراسة هل أن أنت تحركت إلى شيء غير يعني معقولة هذه البلدان موجودة هنا طيب هل هذه الخرائط مكتوبة لاحقة أو أنها في الأصل طيب نشوف بطليموس شفنا بطليموس غير عن ما جاهن ما في خارطها الكتاب فبدأت أقرأ في الكتاب قلت إذا كان هذا يحقق لازم نقرأ الكتاب وإذا وإذا نحن أمام ساحل أكلت السمك رأس الخيمة قبيل شاركة قرحة يبدأ المصدر موجود صحيح من عمل هذه الخرائط الخرائط عملها شخص سومكسيم في القسطنطينية في دير فوجد المخطوطة البطليموس فأعطاها لواحد يعرف يرسم فقال ارسمها فرسم هذه الخرائط الموجودة وبعدين الخرائط أهداها للملك الإمبراطور البيزنطي والبيزنطي أهداها للفاتيكا نرجع مرة ثانية إذن سنتكم هذه الخرائط تتعاملة سنة 1294 الخرائط في الفاتيكان لا يكشف عنها وكثير من تراثهم ومقترياتهم كلها محفوظة وكان لأول مرة تكشف كنوسهم للشارقة لم تكشف لأحد وقالوا نحن للشارقة نقدم كل ما لدينا وعملوا معرض في الشارقة وعلى أثر ذلك هم بدأوا ينشرون الخرائط كذلك الخارطة هذه المصورة هذه صورة شركة بريل في سنة 1932 واثنين وثلاثين وأنا اقتنيتها كذلك الآن نحن نسأل هذا بطليموس من وين جاء معلوماتها دجالس في مكتبة لم يتحرك بس الكتب تجي وهو يعني لا يبحث أكثر للمكتبة ما يخرج حتى أنا قبل قلت هذا في رأي يعني قلت هذا لأن القوافل التي كانت تأتي إلى الأسكندرية يتجي من القصير ومن السويس وكذا كانت كل هذه الأسكندرية لأنها يخط التجارة القديمة فقلت يمكن يعني يسألهم لأن الآن مسألة الآن إنت لو تأخذ منقاسات بسليموس في التوقيت الآن بيننا نحن اليوم والأسكندرية ساعتين ولم تتغير إلى اليوم يعني نشوف الدقة يعني إلى هذه الدرجة على العموم نشوف نحن هذا بطليموس من وين جاء معلومات طبعاً مصادره كثيرة مصدر واحد يسمى نيرخس الله نيرخس هذا قائد الإسكندر الأكبر الذي دخل الخليج ليساعد اكتشاف الهند وبعدين الآخرين الضباط الذين جوا ثلاثة على الساحل نشوفهم هنا فلما دخلوا الخليج كان نرخس على الساحل الفارسي وهنا في ثلاث ضباط مسح الساحل هذا كله إلى من سند ونراحل أندريونس يقول أنا وصلت إلى القرحة وهي مدينة تجارية كبيرة وكان يصف أيها طيب إذن نحن الآن نريد نشوف أين ذهبت هذه الكتابات هذه إذا كتب وهذا وهذا للثلاثة أين كتبوا وما كتبوا اللي كشفه أريان وأريان هو صاحب كتاب الديكا أي الهند لكن كتابة هؤلاء كانت لوحدها لأنه بعده يكتب عن الهند فهذه كلها موجودة في مكان واحد أريان في سنة خمسة وتسعين طيب نرخص متى جاهنة هذه في ثلاثمائة وعشرين قبل الميلاد لما جال سكندر الأكبر واحتل فارس ووصل إلى هذا المكان واجتمعوا هنا وكان حديث هنا أنا كنت عملت مسرحية الزمان وفيها الحوار اللي دار هنا يسألوا يقولوا ما هذا الساحل قال هذا الساحل أكلت السمك مش مش ناسا ريحتهم سمك ولكن حتى يعيزهم ريحته سمك يوصف هذا الساحل هذا ما كتبوا عن قصة اسكندر لكن ما كتبوا هذول الثلاثة أدق طيب ما كتب نرخص وما جمع أريان موجود في هذا الكتاب وهذه كتابة يعني كتابة رحلة مرخص وفيها كذلك الضباط الثلاثة والذي هو هنا مكتوبة تحت اسم أريان وطبعا هذا قامت بجامعة تكسفورد في 1809 وطبعته هذا نادر لازم تحهم موجود وهذه كتب قيمة يعني فيها مش هؤلاء مروا مرور الكرام لا في حقائق كثيرة ترفض التاريخ العماني التاريخ الخليج ولذلك أنا طبعا أحقق هذا عشان يستفاد منه ما الذي قالوا هنا هنا في كلام دار نشوف نشوفه كذا في الخارطة هذا الإسكندر أتى وكان حاكم فارس داريوس ومالك بن فهم جاء عمان وكان حاكم فارس داريوس ما الذي حدث لمالك بن فهم مالك بن فهم محارب ودخل من طريق توام إلى وادي الجزي يحارب أو إلى الناس قالوا نريد الهدن فأعطوه هدن أعطاهم هدن وبعث لداريوس وداريوس بعث هو نفس أتى نلاحظ هنا في هذا المكان هذه خارطة يعني هي مخطوطة قديمة يعني ولا يوجد من هذه في صورة ملف امبراطوريات في العالم موجود منه اثنين واحدة عندي واحدة في بلد في سويسرا هنا هو كتب وهذه الألوان الحمراء هو المناطق التي احتلها داريوس وهو احتل مصر حسن ما هو ما يقول لكن هنا قال واحتل ساحل أكلت السمك بس أكلت السمك هنا طيب اذا داريوس ما دخل عمان احتل لنا نحن فقط ولما سمع أن اسكندر الأكبر جاء يرتحل في هذا المكان نرخص يتكلم في هذا يقول ويتكلم عن عمان وعمان لها ملك إذا مالك بن فهم موجود شوف كيف الكلمات لما تتجمع تعمل قصة من تاريخ الخليد وعمان هل هذا الخليج قديما مجهولا مثل ما نحن نرى الآن أبدا كان غنيا و من خلال ما كتبه النرخص يقول يقول هذه السواهل أهلها لا يستطيع أحد أن يهاجم لأنهم يعتدون ويتخذون من يأسرونه عبيدا فالناس كلها متخوفة هؤلاء الناس اللي أهجموا من الناحية الثانية يقولون أن المنطقة خطرة فيها شعب مرجاني خطيرة لا نستطيع نقترب من حواف الخليج مثلا لما يجي اندراس قطر وين يروح يعني شوف هذه بارزة برع الثاني هنا في الداخل لو راح هنا يخاف ما يعرف من يروح ولذلك في وصف الخليج نفسه ونفسه كانت القوافل التي تأتي فقط تأتي من هذا المكان وهذا هنا فيه تمد لأن لأن ما دام عندهم تجارة يعني عندهم تمد ولذلك بهذه الخرائط وبما كتبوها الرحالة القدمة مثلا نحن قلنا أن نرخص ما كتب اسم مدن وكذلك الضباق الثلاثة ما كتبوا من الذي وضع هذه الأسماء هو ما حط لكن أنا سأتكلم بها لأن لا موجود ها ف نخص صفحة جديدة فعندنا كثيرين من الذين رحلوا مثلا عندنا فالينس هذا كتب كتاب يسمى The Natural History وخرج من تونس متجه شمال مصر وصل الجزيرة العربية فالينس يعني سنة خمسة وعشرين ميلادي إلى ثمانين ووصل إلى الخليج وكتب على الخليج غير هذا أتى آخر عبر الخليج ولو رجعنا إلى الخليج عبر هنا وكانت الفترة اللي فيها هو يعبر في هذه المناطق ويجمع المعلومات كانت كانت فارس تحت حكم الأسكندر الأكبر هو طبعا مات لكن ضباطه هم الذين حكموا فكان هنا فيه مأمن التجارة تنقل وهؤلاء الذين جمعهم مارينوس هي التي استعملها الأسكندر الأكبر في مخطوطته نقول كم يعني بعد الأسكندر يمكن بعد الأسكندر يعني خمسين سنة ستين سنة فقط يبا هذه الأسماء الموجودة هنا قديمة لأن نحن لما نشوف أحد الضباط يقول زرت أنا وهو في 320 قبل الميلاد أنا زرت القرحة وجدتها مدينة معنى هذه الأسماء كانت موجودة القصد خط التجارة نلاحظ أن خط التجارة يأتي من جنوب عمان وهو يمشي في الوديان حيث تكون مياه يأتي إلى توان هي العين يأتي إلى بينون وهي ميرما إذن هذا طريق من طرق التجارة طريق الآخر يأتي من صحار في وادي القور ثم يفتح هنا على سهل تأتي مليحة وهذه وديان وتمشي هذه الوديان إلى الذيد إلى النصر إلى البحر هنا منطقة تسمى الدول فيها آثار كثيرة فهذا كذلك خط التجارة نلاحظ أن في مليحة معظم أو كل الآثار رومانية غريكية يعني حتى أن العملة عملة الإسكندر الأكبر هي تضرب هنا قوالبها موجودة هنا وهي غنية للآثار إذن من هذا كل نستطيع إعادة كتابة التاريخ في صورة صحيحة محققة عن طريق الخرائط عن طريق الوثائق عن طريق الآثار ونكتب هذا التاريخ المنقح الجيد ولو تقدمنا كذلك إلى أن نصل إلى فترة الإسلام نحن هنا نكتب عن مالك بن فهم وتاريخ مالك بن فهم يتردد كثير يعني في الصحف العمانية في الكتابات العمانية لكن لو جينا وشفنا فترة الأمويين ثم العباسيين عمان لم تخضع إلا في بعض فترات أيام السلاجقة أيام أيام كذا وكانت بعيدة عن كل المهاترات التي دخلوا فيها من بعد مقتل عثمان وكذا هما يبعدوا بعدين في السوحانة وانا عندي لأنهم في صراع مع البرتغاليين وكل ما كتب للبرتغاليين عن عمان أو عن منطقة أحد احتفظت به للتاريخ إذن نصل إلى نهاية اليعاربة وهو وبداية البسعيد وهذا تغنينا الوثائق البريطانية كذلك إذن تاريخ واضح يستطيع الواحد يكتب فيه ما يقارب من أربع حقب وغريب وأنا سألت العمانيين يعني قلت له أنا عندي مشروع كبير تاريخ ضخم لكن هذا يكون فيه جحاف حق صاحب التاريخ لأنه سيضيع لأنه تعرف الذي يقصد الشيء يريده مباشر فأسأل قال الله الشيخ أكتب لنا وحدنا سألنا السعوديين أكتب لنا وحدنا أهل بيتي قالوا لا ما تخلقنا يكتب لنا وحدنا فبدأ المشروع وكأنه يتجزأ هل أنا يعني أكتب التاريخ وقد يعني بدأت قضعت شرط يعني ولكن مثل كأني بتراجع أعلنته يعني قلت إن حوالي 12 مجلد وكذا وبأسلوب يعني كل فصل 15 صفحة 16 صفحة خفيف بأسلوب روائي الفصل يعطي قضية يعطي موضوع حسبت الناس اللي يترددون في النوم يمكن يقرأ قبل ما يخلد إلى الفراش يعني عشر دقائق فلو أنا كسبت هذا عشر دقائق قبل النوم خليت العلم يختمر في مخ يبقى أحسن يعني فهو يخلص الموضوع وبكرة يعرف بموضوع آخر ما له ارتباط بهذا و يعني كثيرين يعني من الكتاب يكتبون يعني يكتبوا التاريخ يعني بطريقة روائية يعني لكن حتى إذا كتبوا الطريقة الروائية حشو حشو بطير فأنا هنا لا أنا أكتب فقط 15 صفحة 16 صفحة وأعرف أن صاحب القارئ هنا سيتثائب فهو في فائدة يعني ولذلك يعني الحاجة الثانية أنا من الناس اللي أنا بعد ما أعطي الأوراق للطباعة وطبعا في مراجعة وراجعة وراجعة أنا أبدأ أول ناقد لي أنا أنقذ نفسي ممكن فصل يزول نتشوفه وممكن سستر تروح وممكن يعني فأنا يعني أحب نفسي وكأن ما كان هذا الشخص الذي أنا ما أقول لني أنا أنا أقرأ 300 صفحة في اليوم نهم فما بهمني بأقرأ بسرعة يعني لكن أنا أحط نفسي في مكانه أقول كم هذا يستحمل يعني وأشوف يعني أقدر هذا الوقت يعني فهي كلها 15 دقيقة 10 دقائق جمع السكفاية كده عليه ليش لنو ما يستحمل يعني ولذلك قررت الآن أنا أغير الأسلوب الأولي اللي أنا أحشي المكان كله بالمعلومات والكل يفتش يعني هنا في المجلد السابع في مدروين طلعوا مرة بعدين يعني بيجي بطريقة إيش يجي بمجي بطريقة والله مجلد لوحد ولا شوية هنا شوية هنا لأنك أنت بتمشي بالتاريخ فبيضيع فلا أعطي حقه فإن شاء الله يعني في كتابات القادمة ستأتي يعني كتابات في هذه التواريخ القيمة الحاجة الثانية أن التاريخ العربي يريد صراحة يعني تنقيح وصعب أن كنت يعني فأنا قلت أنا صحح التاريخ وأكتبه وحطه في الدولاب وأقول هذا لا يقرأ ولا يفتح إلا بعد الرجوع من المقبرة أنت كيفكم حتى لا يدوني حد يعني أكتب الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة ف لا نريد أن نطيل عليكم ولكن هذه بداية وأظن خير بداية للتاريخ وتاريخ الخليج بالذات أن نبدأ في الكتابة بهذا الأسلوب ومن هذا المنطلق أشكر عليكم سعاكم وشكرا شكرا ترجمة نانسي قنقر موسيقى موسيقى